اخواتنا العزائز السلام عليكم. مرحبا بكم في الحلقة جديدة. كنتمنى تكونوا بخير. شكرا لكم الزاف على الدعم ديركم معنا في القناة المتواضعة. في هذه الحلقة هذي قدي نشوفوا ردة فعل يروح جزائري على المقابلة اللي تلعبت ما بين الزماليك ونهدس بركانو الفضيحة نتاع التحكيم. اصدقائي العزائز ما ندخلش معكم في التبسيق. هذين خليكم توموا اللي تتفرجوه ستوني الاراة ديركم في خناة التعليقات. ما تتبخلوش علينا اصدقائي العزائز بلايك والبرتاج لان اللايك دي لكم هي قس خلي الفيديو طلع باش يوصل لجميع المغاربة. يا ابو درو صحافة زيقو صحافة صحافة الروكار هل يرى هم يستفدوا بتحكيم هل يرى هم يدعوا الالقاب ديالهم بالحلال كيما تقولون انتم ما تدعواها بالعلال. شتو اللي يدعوا الالقاب ديالهم بالحلال. شتو اللي يدعوا الالقاب ديالهم بكر يمشي اليوم. يا رايش علم نهائي يمشي راه نهائي هذا اللول المخرج ما يعود لقاطات. بلا انت ضربت جاجها السرعية وثلاثة ديال لقاطات. ثلاثة ديال حالات. عاودوا غي حالة يوجه. عاودوا غي حالة. اديوها كلها حلال. كلها حلال. انتم ما تقولون لحو التحكيم. او لقجع. مسيطرة على التحكيم. او لقجع. ها لقجع. ها. يقل الفاريق ديال. تضلم في 2019 و تضلم مليون. عيناني. عيناني. عيناني تشونا. لعلامي يتفرج. ضرب الجزاء حقيقية. اه يا صحافة زيغو. يالي نارناه وتنبحو. عندك جوش دولات. اول مرة الجاية تفرجوا للمراجع الأهري والطرجي اللي غا تنضف الصباط دياله الصح. لانه الطرجيه مع احترامات البركاني معها. ما يشوف عيوم يتضربوا. ولكن ليش هذي كالطريق. بحالة انا كنت نشد هذا كموتيبي. نكضرب الهراس وما احد نقول له ما هو السبب في هذا الفضيحة. موتيبي. انتوما هو ما ينضي الله مشىكل زيرو. كثير بزيرو. ولكن البراكلم ساكين ما عرف شك عن كيفة شدين. ما تلأ تكون انها هذو كالآخرين. الميداليات مرفضهم. ما هي ما ينضي البجدهم. ما ينضي بجدهم. ما ينضي بجدهم. اللي رائس ديال بركاني لا يكمل اجتمع على بحث زماريك ومش يسمح فيهم. وكذا تشوف نحن بمقاطرات نظيفها كل شيء من هذا المصر إلا ديال الجسار لا تشاهدها هم يحول المقاطرات يجبون أن يقوموا بينات لقد كثيرا و أعودها للمغريب المحلل المغرب و يقوموا بإعطاء المقاطرات الموسيقى يقوموا بإعطال القاسح لم تتقي بإعطاء المقاطرات المقاطرات الفترة يتحكين مجدرا التحكيم كائن في مصر وكائن في تونس هذه الحقيقة وهذا هو الواقع تونس ومصر هما يمسيطان عند التحكيم وبناتنا اليوم في الترجي والأهلي والغلية تنوط فيها حرب أهلية وعقل الله فينا هذا جديد شامبيوزليج الترجي ما يفوق تهلم ما هو الترجي؟ هل يديروا باية هنا؟ ويندوا بالمخرج ديال المقابلة لأن المخرج هو اللي يتلعب في هذا الشيء لماذا لا تقدروا أن تحضروا على هذا الحواج؟ ثم إلا الاختشاء والتحكيم ومؤمرة وكل سهل ومؤمرة وكل سهل ومؤمرة وكل سهل اللي رأيها بين الوضوح في وضح النهار نتسيبيراتي وشوفيها هاكا يعني بلانتي ضربت جهازها ولكن ما نعود لك حقكم وانا أعطيها لك نديرك عيناني صحة النهائية تبزوش ديالهم للزمالة كل الأهلي تلعبوا في ميسر الروتور قاية تلعبوه في ميسر وتقوا واحد ما نتبه له هيا صحافة تزيقوك نقول لكم أنا أراها لقش أراك وتاهمينها لقش يخدم البلادها في مصر ولكن في الكيسان وفي النهائية ما عندوش تنخل في التحكيم ها والتحكيم اللعب به كيف يبغي؟ اللعب به في 2019 والليوم والعب به مع الرجاء والعب به مع قدير بعدها مع نفس الفريق يا صحافة تبوذورو يا الكذابة رحوا نعافكم الرجال هدروه الكامل هدروه لماسر تونس اللي رامي تحكمه في الدولة الإفريقية في الدولة الإفريقية هما شادين العنصر الاساسي شادين التحكيم هو الحاجة الكبيرة عندهم ولكن يبغيوا تباكاه مرات يقول لك لا لقشاء منها اي اميدوا اي صحافة تبوذورو دي المصر؟ اي واحد يهضرنا على المخرج دي المصري اللي ما قدرش يعود لقطات ها؟ هذو أنا نتفرجه ربي طلاب طال نتفرجه الاتحاد الأوروبي وبكسلين لماذا؟ كين مخرجين قانونيا لا يدوش مشكلة لا يدوش خلفية هذا الشيء هو اللي خاصة نعادة نظر في إفريقيا اللي يتلعب من لعب محايد لا يدوش خلفية اللي يتلعب من لعب محايد لماذا تلعب من لعب محايد؟ من يكون تلعب نهائي واحد في محايد تلعبها في غانا تلعبها في بوتسوانا لأن كل مخرجين لكي بلد سيكون لقطات بحيادية وتكون مقابلة تلعب 90 دقيقات بالراسب ولكن افريقيا يمين لعينة بتلعب حرام لا يدوش خلفية لعب هذه والعب الهي انا لا يدوش في هذه الاشكالية نورمال مو قال ان العام الجاي ديراصة هذا هو الخلالي ومثال الفضاحة التارجي ستصل على الفضاحة ستنوض الحرب ماذا؟ التارجي ستصل على الفضاحة في نفس الطريقة بس صحيح لا تتبلع على هذا الرشو والرشوة هي مقابلة واحدة لعبها في غانا في بوتسوانا في كاميرون تتلعب ببراسك قبل ان تبدأ البطولة الاتحاد الافريقيا قال ندر القرعة اليوم ستتلعب في بلد الوهلانية نهاية الله يجعل هم لا يطلعوا لذلك البلاد مهم يتلعب في بلد الوهلانية وتمشي هكا باش الناس باش الناس يشدها هو احد الوقت يتعلق بغا يدير هالطريقة ومشاو طاكاو في افريقيا ولكن لم يطلعوا معامل ومشاو طاكاو في بلد الوهلانية ومشاو طاكاوه ومشاو طاكاوه نفس الطريقة اللي قلت لها عاصمة اتلعت اليوم يتخسر مع الزمالك لا تدع الله نفس الطريقة يتخسر معه نفس الطريقة ولكن انت تحكيم زيرو زيرو غارق على الأبريكان مغلق عليها ما خليهاش تحرك انت من تشوف حقك ما يعطيها لكش يعني ما يعطينيش بلانتي ما يعودلش لاعادة كيفاش غاديني لعب كورتلا موريوني انتي معطيني كيفاش غاد يكون لعب كورتلا يلا خرجك من الماج المخرج ما كاينش في عالم خر في عالم ثالث يخرج لك غيها ذوك ديال لديال الزمالي متراسينو متراسي اراه وخاش توقع دخول قعبيها اللقاب وضربها الحارس قعره به بكورتلا مية هالوش هذه الدواء مندي يكونكم هاني يا الحقيقة هذه الصراحة نحن باش تعرفوا يا صحبة بوذورو ملا ركو غير قعره انا تلعب ماذا تلعب مع الميسرين والله ما لك جايب اللقاب الدواء صحة شدين العنصر الصحيح شدين التحكيم كان قد هالكم لقشاهم ما فهمتوش لكم ودينا خاطيني وخاطين التحكيم واش مع المرش برضو التحكيم مغريب ماذا تحكيم في الراه يلا انا اعرفكم خرجوا ووضحونا هذه القضية نعم مهم كان بركان كان قعرهم بثلاثة ساروخ المغريب نعم ما يديروا له ولكن غالب غالب هم هم لماذا كان المغريج مغربي في بركان عاود لقاطته وشبتلك البيلانتي ماذا كان المغريج ليها ديالهم انا والله ما يعوده خطير وتنزل قاع وهذه اللي تبقى فيك هذا هو الجزئيات البسيطة التي تخسرك النهائية تبعلك 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 الفار يخسرك حاجة اخرى وهي غادية انت تعرق لكي تصل تقاتل ويجيك تحكيم بحال هذا او لا يجيك فارما كاين والو والحكام كان قدامه ويشوف فيه هاك شوف فيه هاك ما قادرش يسيب البيلانتي خوف يضربوه خوف مسكين يسيب البيلانتي يسيب البيلانتي وتقتلوه ماذا ما أريد أن نقول لكم الله غالب صحفة السيقو راكون لايلا راكون ضربوه في الأخوة الخاوة هاك لقد كان عنده كان عنده يعني لكاف في يدو هاك هاك كون تدال كاس كم مغرب مدىش عمره الكاس هكذا ما يقول لكم صراحة انتو مرة تلوموه اشخاص خاطئهم بالتحكيم اللي مهرسين وصحاب قاسامة ماشي هاك والله ما لابالوا بكم لكن كما تقولوا اه التحكيم القجاع اه اه كان ادوى الفيديو دي اليوم كنتمنى باش يكون اجبكم شكرا لكم بزيزا بسمحنا لكم ونطورنا عليكم انس لي بقي مشتركوا شمعنا مرحبا بكم اشتركوا وفعلوا جرس باش توصلوا بجديد لك احطوا دائما في القناة المتواضعة نخليكم حتى الهلقاء اخوان ان شاء الله دمام غري والسلام عليكم